موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة كما اشتو الفيديو ديال اليوم هدي تكون تحلية راقية وبمكونات بسيطة هدي تقدرو انكم تحضرو هاد التحلية هدي اللي ممكن انكم تقدموها لضيوف ديالكم لعائلتكم كتجي رائعة ولديدة بزف بزف نتمنى انها تنال اعجابكم غدي نشارك معكم اليوم بطريقة يلي كان يهمكم الفيديو خليكم معايا وتبعوا الفيديو للاخر اول حاجة غدي نبدو نحضرو لجينواز هنا بالنسبة لجينواز هدي نحتاجو ثلاثة ديال حبات ديال البيض انا هنا عندي ثلاثة ديال حبات ديال البيض صغار في الحجم بزف فهنا استعملت غي 80 جرام ديال الدقيق الابيض معا غدي نستعمل ملعقة كبيرة ديال خاميرات الحلويات وثمانين جرام ديال السكر ملعقة صغيرة ديال فانيلا ملعقة كبيرة ديال الكاكاو المر فهي لكان عندكم البيض كبير غديرو مية جرام سكر مع مية جرام ديال الدقيق الابيض وباقي المكونات يبقوا نفسهم يعني ما غديش نبدلو في المكونات اول حاجة غدي نقوموا بها هي غدي نفصلوا اسفر البيض لابيض البيض هدي نضيفوا الاسفر البيض 80 جرام ديال السكر مع الفانيلا السائلة غدي نخدموهم زيان بالطراب اما اليدوي او الكهربائي حتى يولي ابيض بهذا شكل هذا من البيض غدي نجيبوه ابيض البيض وغدي نضربوه حتى هو مع شوية ديال الملح هنديرو فيه واحد القبصة ديال الملح هنضربوه ونطلعوه حتى يولي بحل الثلج كم ما اشتو هنا يام بعد ما دربت ابيض البيض جبت هاداك الخاليط ديال اسفر البيض مع الفانيلا و السكر وغدي نضيف له الكاكا والمر اللي هو ملعقة كبيرة مع 80 جرام ديال الدقيق الابيض و هادي نغربوهم يعني ضروري انكم تغربوهم من بد غدي نخلطهم مزيان مع هاد البيض هنا يعني كان تقطعليه تصوير ومشتوش فالمهم خلطت الكل جيدا بقيت كان نضيف ابيض البيض و نخلط غيب شوية كان طلع يعني من فوق اللي تحت بهذا الشكل هذا و جاتني هادي هي الكيميه كيميه 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 كتيره و لكن يعني كفعتني له هاد الوصفه هادي من بعد في الصينية اللي هاد دخل الفرن فرشتها بورق الزبدة و هادي نوضع فيها هاد الخليط ديال لاجينواز هادي ندخلها الفرن على درجة حرارة 170 درجة حتى الطيب و ما كتاخدش يعني وقت كتير كتاخد من 10 دقايق حتى الـ 13-15 دقيقة على حسب الفرن ديالكم موسيقى مبعد هادي نمشي و نصيبو الكريمة غادي نحتاجو تقريبا هندي ربعمية و سبعين مليليلتر ديال الكريمة السائلة يعني دروري يكون يعني 35 في المياء دهون غادي نحتاجو يعني تقريبا 250 جرام ديال جبن كريميه اي نوعية جبن فلادلفيا ماسكاربون كيري اي نوعية كتبغي ونبعد نديرو هاد تحليه هاد بنكهة الكابوتشينو ممكن نديروها انتوما بنكهة القهوة نسكافي علي حسابكم ادين ناخد تقريبا واحد جوج مع علقات ديال الكابوتشينو غادي نخلطهم مع تقريبا واحد جوج ملاعق كبار ديال الحليب نحركها مزيان ونحتفظ بها جانبا فهنا يعني كما اشتو في الخلط الكهربائي وضعت الجبن ديالي وضعت تقريبا واحد ثلاثة ديال معلقة تكبار ديال السكر سانيدة فالمهم السكر كيبقى علي حساب الضوق يعني انتوما الحلاوة اللي بغيتو وإلا كانت عندكم يعني الكريمة السائلة ديجا حلوة يعني مضاف لها سكر فبلا يعني ما تمضيفو السكر سافين بعدين ما اخلط هادهك الجبن الكريمي مع السكر مزيان هدي نضيفو الكريمة وهدي نخطرها بالكهربائي عليا يعني الماكسيموم دياله نخلي هاد الخالط حتى تطلع لي الكريمة وتندمج مع هادهك الجبني تقريبا بحل شيز كيك بحل كنحضره شيز كيك وحتى طلع الكريمة يعني تقول لي اه ادنا متماسيكا عد غدي نضيفو هديك الكابوتشينو اللي دوبناها مع الحليب بنسبة الحليب اللي دوبتو معها فهو كان بارد يعني يجبتو بتلاجة ماشي ما تديروهاش ساخن من الاحسن اضفت باش هنا هاد التحلية هدي جينا فيها نكهة الكابوتشينو كاده اكتر من رائعة فكيما اكتلكم الى ما بغيتو شدروها بنكهة الكابوتشينو ممكن تديرو فانيلا ممكن تديروها بالقهوة على حسب انتو ماليوغو اللي كاتبها فكيما اشتو هنا ايام بعدما وجدتلي الكريمة غدي نغطيها بالفيلم المونته وندخلها للتلاجة على موجد لي الكيك وبرد سماما يعني يخصوا الكيك يكون برد فكيما اشتو هدا هو يعني لاجين وزن بعدما حضرناها غدي ناخدها ونوضع هاها كنقلبها فوق من واحد الورق ديل الزبدة وغدي نحتاجو هاد المول هادول السيليكونية اللي كيجوه لشكل مستطيل او مربع او دائري لعندكم على حسابكم مهم انا اخديت هكا هاد الورق هادا المقوى هادا اللي كيتحط فيه الكيك مهم ممكن تستعملوا اي حاجة باش تقيسوا به باش يكون عندنا المقاس مضبوط فوضعتو بحال هاكا وبديتك نقطع باش يعني نقطع مستطيلات يكونوا عندي مضبوطة في القياس فبالنسبة لبناتي لا بغيت انتوما هاد الكيك تديروه كبير يعني بحاجم كبير هادي تاخدو ذاك الايطار اللي كي ديرو فيه الكيك يعني كون مربع او مستطيل او لدائري لحسابكم وتوضعوا ان الكيك ودفو الكريمة من الفوق وتخليوها تبرد بحال يعني شي اه قاطع عادي فانا مهم بغيت نديرها بهاد طريقة هادي يعني باش جي حبات فردية بحال هاكا في احد اثنان ليه ما قطعت يعني اه اللي مغصول لي عندي فاجبت هاد القالب ديال السيليكون وضعت فيه يعني الكريمة بعدما بشبتها في التلاجة احاول اناني نبسطها جيدا وقدو نضرب في هادا كل مول باش يعني اه توصل الكريمة جميع الجوانب في القالب ونحاول ان اني نملأها جيدا يعني صراحة هاد القوالب يعني كيسهلوا بزاف العملية يعني كت يعطيك يعني شكل زوين من بعد فاش كي يجمد يعني بلا ما تتطري انك تقطعي فصفيك ما اشتوغا نحاول يعني بسباتيولا هكا يعني ان نقاد من الفوق بحال هاكا وفي الاخر غدي نجيب هادو كلي مقصود يلك الكيك اللي عندي بهاد شكل هادا ونحاول انني نضغط غيشي شوية بحال هاكا اصلا هما غدي يلسقوا لان انا غدي ندخلهم التلاجات قريبا ليلة كاملة المجمد ما شلت اللاجة للمجمد ليلة كاملة يدخلوا باش يالله يعني اتماسك هاد الحلوى وتجيكم متماسكة وزوينة فصفي مباد كيماش تغطيتها جيدا بالبلاستيك الغدائي يعني باش ما تلسقوش فيها يعني الروائح ليكونوا ديال الاكل في المجمد فصفي يعني اغطيتها مزيان بادها ندخلها المجمد باش تبات ليلة كاملة حتى الاصباح عدها وغدي نزينها اغطيت نعطيكم واحد الفكرة بنسبة البواقي ديال الكيك اللي بقى لكم ممكن تدروها هاكا في كؤوس بحال هاكا فردية اما هاد الكؤوس صغار اللي كيكونوا جوتابل او لا كؤوس زجاجية عادية عندكم وتجيبوا يعني القهوة اكس بريسو او القهوة سريعة دوابان تكونوا يعني درتوها في الماء السخون تخليوها تبردش شوية وتسقيوها به ومباد تجيبوا الباقي الكريمة اللي بقى لكم وتدروها يعني في واحد جايب الحلواني وتقدموها بهالطريقة هادي فان هادو هما اللي بقى ولي يعني درتهم في هاد الكؤوس هادو بش ما يضيعوش ومباد يعني خليتهم ليلة كاملة حتى الغد فاش بردهم مزيان وجبت زينتهم بشوية ديال الكاكاو المر بحال هاكا يدرتوه في شبيكا وبقيت كنديرو وزينتهم بهالقطع ديال الشوكولاتة كذلك يعني بالسيقاغ وهاد قطع يعني ديال البسكوي وهين الزين كيبقى اختياري وكيتقدمو بهالطريقة هادي كتا هما كيجوز ويني هني لبغيتو تدروها بهالطريقة حتى هي يزوينو اه غادي نحتاج 100 قرام ديال الشوكولاتة معه 100 ميليليلتر ديال الكريمة السائلة اللي تكون ساخنة يعني نسخنها جيدا مبعد غادي نوضع يعني الشوكولاتة في واحد البول غادي نضيف لها هاديك الكريمة السائلة اللي تكون ساخنة يعني تسخنوها مزيان ومبعد غادي نبدأ نطرب مزيان باش نحصل على واحد القاناج اللي غادي نديرو اه فوق من هاد التحلية اللي عندي ومبعد غادي نضيف تقريبا واحد نسف ملعقة صغيرة ديال الزبدة باش يعني هاد القاناج يجي شوية لامع يجي يعني عطي واحد اللي عنزوين وصفي هاكا كنحرك بسرعة وغادي نخلي هاد القاناج حتي يدفشي شوية من جيش يعني غاكا كن نخويه فوق من الحلوة فكيما اشتو هنا يا الحلوان بعد مجمدتك تخرجوها بكل سهولة من ليمول ديال السيليكون ومبعد كن وضعوها فوق من شيش بكا هاكا اللي نوضعو تحت منها واحد تبصيل مش هكي سيحنا فوق منه داك القاناج وغادي نبدا ونخويه عليه القاناج بها الشكل هادا يعني اكيد ديرو قاع الكيميا انا هنا يعني غيمي الكاميرا كانت مركزة على هاد طبصيل هادا فا بريتليكم غي هاد الجوجات هادو وشي لاخر كله زينتو بنفس الطريقة وديك الكريمة فش كتهبط لكم اللي تحس تحيدوها من طبصيل وتعودو تستعملوها وتخويوها فوق من يعني لكيك الاخرين وتزين كيبقى اختياري انا هنا كيما اشتو زينت بقطعة من الشوكولاتة وكدالي قطعة من السيجر وديك البيسكوين اللي هو دي الشوكولات مهم تزين زينوا باش ما بغيتو برقائق اللوز باي حاجة بغيتو تزين دائما كيبقى اختياري اما بنسبة للطبصيل فنفس القاناج اللي بقى لي درتوها كفتبصيل درت لسة ديال النوقات ومبعد درتها كواحد الخط بواحد العود ديال اسنان وكيجي هدا هو الشكل ديالها صراحة كالدوب في الفم كيجي اكتر من رائعة زوينة بزف نتمنى انكم تجربوها كما اشتون مكونات كلهم سهلة وبسيطة خاص غير تزعمو وتجربوها متنسوني جائما بلايك ديالكم تشجعوني باش هكا نزيد نواصل معكم ونعطاكم اكبر عدد من الفيديوهات كذلك هدي شرفني لاشتركتو في قناتي بالضغط على زر الاحمر الموجود تحت الفيديو كذلك متستوش تفعيل جرس باش توصلو بكل ما هو جديد نقول لكم مع السلامة نهاركم برو كنت لقى ان شاء الله في الفيديو الماجي يلا باي 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 بسلامة